السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بالجميع اليوم اخوان عدنا شرح طريقة كلش حلوة ومفيدة لكم ان شاء الله فالطريقة هذه رح نعلمكم شلون تشارك المشتريات اللي مثلا مسويها انت بجهازك هذا الرئيسي ويا الاجهزة الثانية اللي عندك بالبيت مشتريات يعني ان كانت مجانية او الاهم طبعا اللي بفلوس لان المجانية رح يقدر ينزلها الشخص الثاني من حسابه عندك برنامج مشتري انت بدولار او دولارين وعجب احد ثاني من العائلة او احتاجه فيمكن البعض منكم ما يعرف الطريقة فرح يضطر يشتري هذا الشخص وهذا الشخص على جهازه على المود يكون متوفر عنده بهاذه الطريقة رح نعلمكم شون يقدر يدخل على مشتريات هذا الحساب او هذا الجهاز وتكون متوفرة بشراء مرة وحدة يعني تشتري مرة وحدة ويتوفر البقية افراد العائلة الطريقة هي انه رح نحتاج شغلتين اولا رح نحتاج انه تضيف بطاقة ماستر كارت بالحساب مالتك طبعا النصيحة انه ابلش بالجهاز القديم الجهاز اللي بيه برامج اكثر مشتري برامج اكثر هذا هو اعتبره جهاز شون سمي رب العسرة مثلا الجهاز الرئيسي انا هذا جهازي اقدم جهاز اقدم حساب ببرامج مشتريها اكثر من بقية الحسابات فهذا رح اعتبره هو الرئيسي هذا احتاج ان اضيف بيه بطاقة ماستر كارت بالنسبة للدول العربية معظمها عدها ستور وعدها بطاقات والموضوع سهل احنا بالنسبة انه كان الموضوع صعب بالنسبة بالعراق وحاليا ان شاء الله بسط الموضوع وصار اسهل توفر ستور عراقي وهذا الستور رح يدعم معظم البطاقات يعني تقدر تجيب بطاقة مالي سويتش رح تشتغل عندك وتقدر تجيب بطاقة والت كارت اللي انصح بيها من زين وراح تشتغل عندك بسهولة او تقدر اذا انت موظف او عندك احد موظف فرح تشتغل عندك بطاقة الرافدين او بطاقة نخيل ماستر كارت مالت الرشيد او بطاقة تي بي اي كلية رح تكون تشغالة هذا هو الشرط الاول رح اضيفها بالحساب بكل سهولة واكو فيديو عندي موجود اخليكم يا بالوصف لطريقة اضافة البطاقة بعدها رح تسوي الخطوة الثانية اللي هي انه تنشئ عائلة واتزدعوات لهذه الاجهزة وتفعل مشاركة المشتريات هذه الطريقة اللي رح اسويها قدامكم طريقة كلش سهلة رح تجي على جهازك الرئيسي اللي تريد تفعل به المشاركة رح تدخل على اعدادات وتدخل على حسابك بعدها رح تروح على المشاركة العائلية تنقر عليها تنتظر لحظات رح تطلع عندك هذه النافذة الترحيبية يقول لك ابسط طريقة لمشاركة المشتريات والاشتراكات وغيرها وحتى مساحة تخزين طبعا الـ iCloud تجي تقول لي اعداد عائلتك رح يقول لك هنا ادعو الاشخاص للعائلة تنقر على دعوة اشخاص طبعا اسهل طريقة بالنسبة لي هو عن طريق الـ AirDrop اجيب اجهزة العائلة يمك وتجي تفتح الـ AirDrop وبهاي الطريقة تنقر على AirDrop وتقول لي استلام من الجميع وتجي على الجهاز الثاني وهميا تنقر على AirDrop وتقول لي من الجميع وحاليا رح اجي هنا اقول لي AirDrop رح اشارك رح تطلع عندك هنا انا اسماء الاشخاص اللي تريد ترسل لهم رح ارسل للشخصين وصلت هنا اقول لي اظهار الدعوة اظهار الدعوة هنا قال تم ارسال الدعوات هنا طلعت عندي الرسائل تمت دعوتك من سامر صباح ومذكر الايميل المالتي للانضمام الى العائلة مجرد تنقر على انضمام الى العائلة وهذا هم انضمام الى العائلة اجدتي قبل اشعار هنا قال لي تم اضافة فلان وهنا اجي اشعار قال انه انت حاليا من ضمن هذه العائلة رح انطي تم رح انطي تم هنا ورح اسدها بهذا الشكل مباشرة تفعلت عندك وطلعت عندك قائمة بالعائلة مالتك اسم المنظم والاسماء الاشخاص الثانية اللي دزيت لهم حاليا هذا الخطوة سويناها رح انفعل المشتريات اللي هي هاي اسمها مشاركة المشتريات وعندك مساحة تخزين الاي كلاود اذا تشنت من النوع اللي يشترون من ابل مساحات الاي كلاود هم تقدر تشارك وهي عائلتك ما يحتاج كل واحد يشتري ويصير عندك تكاليف اكثر تجي على مشاركة المشتريات تنقر عليها رح يقول لك تريد الشارك مشترياتك مع العائلة وهذا هو ايميالك رح تتأكد من حسابك موجود هنا تقول له متابعة فهنا حيقول لك يعني معلومة انه لتمكن مشاركة المشتريات رح يتم مشاركة طريقة الدفع الخاصة بيك يعني الماستر كارت اللي ضايفة وهي العائلة طبعا انت مرح تضيف ناس غربة لازم تضيف عائلتك وضيف طبعا الكبار حتى ما يكون اكو خطأ واكو مشتريات ممكن يعني تأثر عليك هنا يقول لك ارسل رسالة حتى تقولهم انه حاليا انت مشارك مشترياتك او تدعوهم حتى يشوفون مشترياتك نقدر نقول له ليس الان حاليا انتهت الطريقة سهلة كلش رح نجرب لكم الاثبات حتى تشوفون الطريقة شون تشتغل على بقية الاجهزة حسا صارت عندنا عائلة هذا الجهاز هو الرئيسي وهاي الاجهزة الثانية اللي تقدر تاخذ او تنزل مشترياتك يعني من تجي على او ستور هنا وتجي على حسابك وبعديا اكو المشتريات كلكم تعرفوها من تنقر عليها شوف هنا ش رح يطل عليك رح يطل عليك المشتريات الخاصة بي لانه اذا اكو شخص ثاني مشارك مشترياته بالامكان هذا هم يشارك مشترياته وهذا يشارك مشترياته وياك يعني جوز انت صح عندك هاي برامج وهذا الجهاز مشتريه بس اكو برنامج واحد مشتريه هنا هنا بهذا الحساب او بهذا الحساب فتحتاج انه تشاركه فتقدر هم تفعل بهذا الاجهزة الطريقة شنو هذا الشخص الثاني يريد يحمل برنامج بفلوس وانت مشتريه بجهازك وما تريده يدفع راح تروح على اوستور ورح تجي على اسم الحساب وتجي على المشتريات من تنقر على المشتريات هنا راح يطلع لك شي مختلف يطلع لك المشتريات الخاصة بي يعني مالت الجهاز مالت الحساب ومشتريات العائلة جواها منه سامر فقط انا هنا سجاي اشارك مشترياتي راح انقر اقول له ايه اليد مشتريات سامر راح ادور عن برنامج حتى احمله بفلوس اللي هو مثلا القيك بنش يمكن هذا اللي يطلع لك مواصفات الجهاز وسوي لك فحص اله هذا بفلوس البرنامج يعني هسه راح ابحث راح اراويكم البرنامج هذا هو من راح انقر علي راح يطلع عندي انه البرنامج تسعة وتسعين سنت يعني منه اذا اضغط راح يشتري انا راح ارجع راح انقر على الغيمة اللي بصفة ورح انتظر لحظات الجهاز بهذا الحساب علي دا نقله هنا راح نقله بهاي الطريقة البسيطة نفس الشي بالجهاز الثاني ماكو اي فرق طبعا عندي اكو برامج يعني هسه اذا اجي ادخل لكم على التطبيقات واجي على افضل التطبيقات المدفوعة رؤية الكل مثلا عندي عندي مثلا تاتش ريتاتش هذا برنامج مااخذ مركز داعش طبعا انا حتى بجهازي ما منزله مجرد مشتري وهاهي راح ام ابحث عنه حتى تشوفوا تاتش ريتاتش هذا هو البرنامج هاي ايقونته شوف هذا البرنامج سعره دولارين مثل ما دا تشوفوا قدامكم هذا هو سعره دولارين راح انطي رجوع واجي ادوس على الغعمة ورح انتظر لحظات بلش التحميل واذا ردنا نطلع حتى تتأكدون راح تلقون هذا جاري التحميل وهذا جاري التحميل مثل ما قلنا بكل سهولة راح تحمل التطبيقات اللي مشتريها انت بجهاز ثاني مثل ما دا نشوف البرنامج جاي تحمل بس مجرد شوية الانترنيات لانه مو سريع ورح تكمل وطبيعي شغلة حلوة وسهلة مجرد حساب تخليه ببطاقات ماستر كارد وتفعل المشاركة العائلية تنشئ عائلة وتفعل المشاركة العائلية طبعا اكو نقطة تحاول انه يكون الاجهزة كلها نفس الريجن يعني ريجن سعودي او ريجن عراقي او امريكي طبعا الامريكي ما راح يفيدكم الا اذا كانت انت يعني قاعد بامريكا او عندك بطاقة امريكية لان هو يريد منك بطاقة فعالة تربط بحسابك اذا كان حسابك امريكي فما اعتقد بطاقة راح تقدر تربطها ويا الحساب لا وولت كارد ولا سويتش ولا اي بطاقة ثانية هاي البطاقات عراقية فتربط ويا الحساب العراقي بسهولة لهنا وصلنا لنهاية الشرح واتمنى ان يكون الفيديو مفيد لكم واتمنى يعجبكم واتمنى انه ما تنسون اللايك والمشاركة والاشتراك بالقناة اذا كنتوا اول مرة تزوروني تحياتي لكم